عودة لملف القمة العربية انضم معنا من البحر الميت زميل خالد العويد خالد إليك الصوت وصورة بشأن ما يتناوله القادة والزعمة على طاولة القمة العربية 28 تفضل نعم تحية لك سالم ولمشاهدي قناة الإخبارية بالفعل سالم بعد انطلاق هذه القمة العربية هنا في منطقة البحر الميت والجلسة الافتتاحية والتي كان عنوانه الأبرز حديث خادم الحرمين الشريفين وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية وعلى هميتها بالنسبة للعرب جميعا ودعوة خادم الحرمين الشريفين أخوانه زعماء قادة الدول العربية أن لا تشغلهم القضايا المنطقة وإن كانت قضايا أيضا جوهرية ومهمة وتتعلق بالأمن القومي العربي عن القضية الفلسطينية التي هي شغل كل القادة العرب هنا أيضا من خلال الكلمات التي استمعنا إليها والتأكيد على همية هذه القضية إضافة أيضا سالم إلى الكلمات التي استمعنا إليها من قبل الأمين العامل للأمم المتحدة مماثلة الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني إضافة أيضا إلى الأمين العامل منظمة التعاون الإسلامي وغير ذلك من الكلمات التي كانت في الجلسة الافتتاحية سيكون هناك أيضا جلسة علنية أخرى ربما بعد فترة الاستراحة يليها بمشيئة الله تعالى جلسة مغلقة يتداول خلالها الزعماء كافة الملفات التي تم رفعها وإقرارها من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سبق هذه القمة و27 مشروع قرار تم رفعها إلى الزعماء العرب لإقرارها في ختام أعمال جلساتهم لهذا اليوم هنا في مقر القمة وفي مقر أيضا المركز الإعلامي المصاحب لهذه القمة هناك ترقب هناك أيضا حديث كثير عن تفاؤل بنتائج هذه القمة بالنظر إلى أن هذه القمة يحضرها عدد كبير من الزعماء العرب لم يكن هناك حضور مماثل على الأقل في الدورات الماضية إضافة أيضا إلى حجم التفاؤل الذي يتعلق بالمفاهمات الثنائية ما بين زعماء الدول العربية وقالة الدول العربية التي تمت خلال الأسبوع الماضية والتي كان آخرها زيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة الأردنية الهاشمية واللقاءات والمباحثات التي أجرها خادم الحرمين الشريفين مع أخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية إضافة أيضا إلى اللقاءات الزعماء العرب الأخرى التي سبقت أيضا هذه القمة نعم سالم نعم زميل خالد العويد مفيد الإخبارية من البحرمية شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة